احنا اول مرة نسمع الحديث بهذه الطريقة نعم احنا بنقرأ الحديث بمعنى حضاري عشان نعرف ان الجنة والنار والميزان والصراط والملك والحشر كل دي مش اشياء بننتظرها بس ولا اشياء بنخاف منها او اشياء بنتمنها لكنها اشياء محفزة لنا في الدنيا يبقى ما بعد الموت هل ما بعد الموت له دور في حياتنا نعم دور محفز بيحفزنا الى ايه الى الاتزان يبقى الكيس من دانا نفسه ايوة الكيس من دانا نفسه يعني في شوية معانا هتجينا هتجي في زيننا الكيس من دانا نفسه يعني من حاسب نفسه وعاقب نفسه لا 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 الكيس من دان نفسه يعني من أخذ بأسباب الاتزان بأن وزن كل أعماله وضع معايير لحياته ووزن بها أعماله زي المعايير اللي دايماً بكلمكم عنها اللي هي معايير الاتزان اللي احنا بنسميها الخمسة جيمة والفايف جي اللي هي الخمسة جيمة دي إن هو عشان يكون متزن يضع نفسه على هذا الميزان إن هو ما يعملش أي حاجة في حياته غيره يكون لها جدوى وعشان كده إنما الأعماله بالنيات إنما الأعماله بجدواها بأهميتها طيب تاني حاجة إن هو ما يعملش عمل إلا وهو في جدية في جدية يعني إيه خير العمل يأدومه هو إن قال تكون جد اللهم إني أعوز بك من العجز والكسل هو العجز بتاعنا هو يبقى والعجز والكسل هو يبقى هو يروح على فين عشان يبقى كيس يبقى لازم يكون جاد يبقى أول حاجة حتى يكون كيساً لابد لكي يكون كيساً لابد أن يفعل الشيء وله جدوى له أهمية هو ده الكيس الكيس ما يعملش حاجة عبثية لكن الكيس إن هو يعمل الشيء وهو له جدوى عشان ده واخدينه من إنما الأعماله بالنيات إنما الأعماله بغايتها بأهدافها بمراداتها وعشان كده بقيت حديث إنما الأعماله بالنيات بيقول إيه ولكل مريء ما نوى ما قصد فمن كانت يجراته إلى الله ورسولي فهجراته إلى الله ورسولي إيه ده؟ بس وإحنا مكناش بأرض من نفهم الحديث كده لا هو ده معنى فالنية ليست هي فقط محفز بل النيات كمان بصلة كمان والنيات كمان غاية فالنيات فيها المعاني التلاتة دي النية فيها الإرادة والنية فيها البصلة والنية فيها الغاية يبقى عشان كده أول حاجة عشان تعرف أنت كي كيف أعرف أنني من أهل الكياسة كيف أعرف أنني كيس عاقل بأن أي عمل بتعمله تزن بهذه الموازين الخمسة أول حاجة أن لا تفعل أمرا إلا وله إيه؟ إلا وله جودة إلا وله إلا وله جدوى طيب والحاجة الثانية لا تفعل عملا إلا وله إيه؟ إلا وأنت جاد فيه طيب والعمل الثالث بقى المعيار الثالث لا تفعل شيئا إلا وأنت لك جدارة في أن تفعله يعني تستطيع أن أنت تفعله عندك مهارة في أن أنت تفعله لأن فاكرين إيه؟ قيمة مرء بما يحسنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يبقى الاتقن بيقولك لازم تكون صاحب جدارة يبقى أول حاجة صاحب جدوى أهو جدوى يعني إيه؟ عمل له أهمية تاني حاجة تكون جاد أدي الجيمي التانية الجيمي التالتة جدارة جدارة يعني مهارة الجيمي الرابعة إن الإنسان يكون عنده وهو بيفعل أي شيء لابد أن يفعل الشيء وله جودة جودة ما يفعلش الشيء وخلاص ما يفعلش الشيء وهو ملوش قيمة لا لازم يفعل الشيء وله إيه؟ جدوى لازم يوزنه آه هنا بقى بن أوي 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 الكيس من دانا نفسه الكيس اللي بيوزن يبقى إذا أردت أن تكون كيسا إيه اللي حاصل؟ لازم يكون عندك ميزان للأشياء لما تجي تفعل الشيء تدن نفسك تقيم اللي أنت عملته عشان تكون إيه؟ لما تقيم اللي أنت عملته تصل إلى إيه؟ تصل إلى الجودة وتبقى ساعتها لما تصل إلى الجودة إيه اللي حاصل؟ يبقى تعرف إن أنت ووضع الميزان ليه ربنا وضع الميزان؟ وضع الميزان عشان نوزن أعمالنا عشان كده إحنا بنوزن أفعالنا عشان نبقى أصحاب إيه؟ أصحاب كياسة الحاجة الخامسة بقى الجيمي الخامسة إن أنت عشان تبقى إنسان متزن لازم الحاجة اللي أنت بتعملها تكون فيها جمال لأن الله كتب الإحسان على كل شيء فشوفوا اللي أنت بتعمله فيه إحسان ولا لأ؟